السلام عليكم اصدقائي وصديقاتي شني احوالكم لباس الصحة بخير ان شاء الله ربي دوم علينا نعمة الصحة اللي بنات جيتكم اليوم بتبقى طرنش باتيسري على كيف كيف كالله مصلي عني بي تراوة تراوة كنقص فيهم الكمية ما شاء الله وهذو ما الكل متصدقوش كان نقول لكم رب حبة بيض واحدة كعبة بيض اكعاء عملت الكمية هذي تبركلم أنا 6 في 18 كعبة نتمنى اللي بنات تدخلوا الفيديو وتتبعوه واحدة واحدة شوفوا اللي بنات الحبات متاعي ما شاء الله تتبعو الفيديو تكتشفوا الطريقة المثالية لتحذير المرتبات بالطريقة هذي تجي في طور الصباح تجي لومجة للصغار والكمية هاي لا مكونات بسيطة بحبة بيض واحدة نجمنا نعملو 18 كعبة طرنش باتيسري طرية على كيف 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 كوخزر لها نودك ولا نشاهيك شوفوا الطراوة البنات وكالطبقات حاصلوا طبقة أبن من أختها نتمنىكم تدخلوا الفيديو بيش تكتشفوا الطريقة وإن شاء الله كان عجبكم متنسونيش في الاشتراك وفلي لايك وبركة الله وفيكم طاول البنات نتوقلوا على باركة الله رينا حبة البيض هذي بش نعملو بها حالة خذيت معاها كيس سكر فاني 150 جرام سكر سمول خمسين مليليتر زيت مية مليليتر حليب الكله بدرجة حرارة المطبخ وهذي علبة زبادي يعني يا غرد تحب تاخذها ناتيرال وإلا أي نكهة تحبها أنت زوز ملاعق سكر زوز ملاعق حليب بودر متع أكل اللي ما عندوش ينجم يستغنى عليهم يعاوضهم بمية مليليتر أخرى حليب وكهو البنات ونبدأ ونركضوا فيهم واحدة واحدة اللي نأكل لون الصفر يتنحها والسكر يذوب ونحصلوا على مزيج كيما هكا سائل طاول البنات بش نزيدوا ملعقة خل متع أكل بش تتفعل مع البيض وشوية ملحة تعديل الطعم وهذوما ميتين وخمسين جرام فارينة يعني دقيق أبيض من خولة بتبيع وهذي ميت جرام كاكاو بودر غير محلم يعني همرن وزدت معاهم كيس كريم باتيسيير مطعم الشوكولات أرأيي لبنات فيها سر النكهة والبنة لكل فكا كيس الكريم باتيسيير مطعم الشوكولات تبنن برشة الجنواز متع الشوكولات وهنا زدت كيس متع خميرة مرتبات 13 جرام وزدت ميت مليليتر أخرى حليب لبنات خاطر الخليط معناه خاطر شوية زدته 100 مليليتر أخرى وبدأت نخلط بالفوة منويل لانت حصلت على التكستور هذي القوام هذي متع الجنواز لبنات خديدت التباق متاعي هذي كالعرض 30 على 30 حطيت فيه قطارات مجنواز باش البابيكويسان يلسق طوى هاني فرشت فيه البابيكويسان كيما تراو باش نسك بالخليط متاعي تراو كيفيه القوام متاعو يهبط ان ريبون معناها مخدوم على قاعدة طوى بعد ما نفرغوه البنات الخليط متاعنا نساوبوه بالكدايب 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 من البلد غاز كفقاعات لهوا الكل ها هيك الحركة اللي وريتها لكم هذيكا وكان لحظنا ما زلت فما فقاعات متاع غاز ما ما تنحاتش ناخذ واكل كوردون متاع الأسنان ونمشيه ونجيبه هكاكي ميني ساري ميني سار لنتخلص من فقاعات الغاز الكل بعد ما نبنات نحط طباق متاعي تيب على 180 درجة 25 دقيقة من زمان وهاكا متراو يخرج ما شاء الله طيب خفيف ريشة بالكوردون فقابته باش تأكدت اللي هو طيب الكوردون متاعك يخرج ناشف ولهنا سرحته شوية باك السكينة المنشار وباش نخرجه متبق رد بالك تخرج القطوم متاعك ملفور ما تخليش في الطبق بكل روم البنات من نوطة يعرق ويعمل الماء ويتنفخ ويولي كأنه بابة وخبز منفخ يزمك تخرجه متبق ولهنا حبيت نتخلص مك الزوائد الكل باش يبقى لي طبقة الجنواز مستوية ومصاوبة ونفس الارتفاع في كل النقطة او كل نحيه الزايدة ذاك الكل نحتفظ بيه النجم نعمل بيه كعابر النجم نعمل بيه اي حاجة اخرى ووليت عندي طبقة مصاوبة ومستوية وفرد ارتفاع تاول البنات نرجحها للطبق نحيه البابية كويسان ونرجحها للطبق باش ننجم ناخه وراحتي في التزيين متاحها وتاول البنات نمره لتحذير الكريمة الهنا خذيت اربع ملاعق دقيق ابيض وملعقه انشاء وطيبتهم في ايت راحليب غير رباء ايت راحليب غير رباء ومعهم اربع ملاعق سكر سومول ومعهم كيس فاني وخليتها بردة البنات الكريمة هذي بلقدي بلقدي حتيكش وليت في درجة حرارة المطبخ طاول البنات دقيق لبيض هذي يوائلة الكريمة باتيسيير العربي متاعنا اللي نعرفوها النسكل باش نخدمها بالربو بالباتيسير معناها حتيكش يدخل فيها الهواء بالقدي وولي لونها ابيض ابيض كريمي من بعد باش نحاول هالكريم موسلين لبنات باش نبدأ نزيد فيها الزبدة حيوانية ماذا بيك ما عندكش تنجم تعمل نصف حيواني ونصف ناباتي الزبدة نزيمها تكون زادة بنفس درجة حرارة الكريمة معناها بدرجة حرارة المطبخ باش يتجانس وها هيك الزبدة باش يتجانس الزبدة مع الكريمة مكونش لبنات اذا كانت الزبدة باردة والكريمة سخونة اراهو تتفصل على بعضها ومع عمرها ما تعطيك كريم باتيسير كريم موسلين ناجحة هاك متراو فيهرينة مشابهة الزبدة نبدأ نزيد فيها تدرجين بالملعقة بالملعقة كل ملعقة نزيدها نركضها بالروبو حتيكش تتجانس مع باقي المكونات في الاخر بالكل نحصل على كريم موسلين بنينة وخفيفة وتهبل هذيك هي انا اللي تعود ديما نطبقها كنت رو في فيديوهاتي ايك خفيفة ما شاء الله باش نحشي بها القاتو طوحة بتنكهها بمغيرفة متع اكل نس كافي وباش نزيدها حكار ملعقتين ولا ثلاثة كاكاو بودر غير محلق يتبدل لونها ويتبدل مطعمها خاطر احنا الجنواز شوكولا ماذا بينا حتى الكريمة اللي باش نحشيو بها القاتو تكون مطعم الشوكولا نحركهم اللول اللي بنات بالملعقة باش ما يتير شكل نس كافي والكاكاو من بعد نكمل نمزجهم بالكداة بالبطر بالملعقة ماذا بيك من اللوطة الفوق اللي بنات الحركة الدائرية ذيكا باش تحافظ لها ع القوام الهش والخفيفة متاحة طوحة باش نبدأ نعود نعطيها ضربة باهية بالبطر باش تتجانس نس كافي والكاكاو معها الكريمة متاعنا بالجداء هذي قبن كريمة اللي بنات نصحكم بها بالنسبة بالطبيعة للجد والطريقة ناجحة الف لمياء حاجة واحدة تثبت فيها هي درجة حرارة الكريمة ودرجة حرارة الزبدة شوف ما خفها ما شاء الله ريتك تهز بالملعقة وتعمل لكاك المنقار يعني هي جاهزة في حقها طول هنا حضرت السائل اللي باش نشرب به الجنواز متاعي باش تبقى طريع وما ديش ناشفه وتغسسك اه ذي خذيت كاس متاعتي سكر عليه زوز كيسين متاع ما غليتهم على النار اللين ولاوا خافرين شوية وبعدي كهوكا بشوية بشوية نشرب بهم الجنواز كل ما كانت طريع كل ما كانت فيها بنا او فيها معنيها قوام مزيان برشا طوا باش نبدأ نوزع لبنات الكريمة متاعي على الجنواز في الطبق يسهل لي برشا نسق بالكمية اللي حاشتي بها ماذا بينا تكون الطبقات متقعيسة مثلا جنواز من ارتفاع متاحها سانتي ونصف الكريمة جي سنتيمتر ونصف زادة هذيك عليش رجعتها انا للطبق باش ننجم نعرف الحكار بالضبط نبدأ نوزعه في الكريمة متاعنا بالباليت هذيك زادة تساعد برشا برشا في الخدمة اللي بنات نتأكده اللي تريكن الكل معنالك وانات الكل المعبين بالكريمة والله ريحتها تهب بالراه الكريمة هذي ووقا باش نتأكد اللي معناها طبقة الكريمة اللي كلها فرد ارتفاع باش نتأكد اللي هي معناها مساوبة في كل النقطة هايك اللي بنات جاهزة معانا ما شاء الله هذي طول اللي باش نحضوها الفرجيدير ترتاح على قليلا صيف ساعة بعد نتعدى وكيما تراوه لتطبيق الطبقة الثالثة متاع القطوم خذيت زوز مكعبات اللي هنا شوكولاتة سوداء ذاوبتهم في الباماري وزدتهم من كتا زيت باش تعطينا اكل المع واللقة اللي تراو فيها بعد ما تضوب الشوكولاتة متاعنا زيدوها مغير في زيت اكل نباتي لاهو زيت زيتونة ولاهو زبدة زيت نباتي عادي هايك تعطيك كلا مع ذيكا ما شاء الله ووزعناها بالباهي وطول اللي بنات بالنسبة للوجه الفقاني كيفاش بش نزاينوه خذيت الهنا 100 جرام كريم شانتي بردتها في الثلاجة بالقدي وخذيت كاس متاع ماء حكار 100 ميليليتر زادة بردته في الثلاجة بالقدي بالقدي الحكاية هذي اللي بنات متاع تبريد الكريم شانتي وتبريد الماء تساعدك بش تطلع في سع فيسا وما تتعبكش والماء نصيحة اخرى ما نسكبوش دفعة واحدة راو تدريجيا صب شوية وتركض صب شوية وتركض وتشوف الكريمة متاعك هايكا تماسكت ووصلت للقوام اللي حاشي بيه طول بنات الكريمة بش ما نخليش لونها عبيض فاقع ياسر اللي تبقى من الكريم موسلين زدت هولها وزدت هنكيتها ماء كيمات راو باردة وعود تركضتها بالقوام باش نعمل بها الديكور واكل ورد من الفوق تحب زادة تخليها بيضة انت حر طول البنات باش نعبيها في البوشا دوي اخترتك البوشا دوي المتاع العادة اللي فيه الوردة المشرشفة نعبي الكريم شانتي متاعي وبالنسبة للديكور هاني انا باش نقترح عليكم ماما طريقة ديما البوشا دوي تجربوا قبل البر قبل ما تبدأ بيه باش نعطيكم انا طريقة وانتوما احرار تفننوا كيف ما تحبوا بما انه تبقى انا ذاي قدلك 30 على 30 باش يجيني معناه ثمنتاش الكعبة يزمني طول متاع الكعبة عشرة سنتيمتر والعرض خمسة سنتيمتر معناه الطول فيه ثلاثة كعبات والعرض فيه ستة كعبات هاني عملت ستة وردات على الجهة هاذي وثلاثة وردات على الجهة الاخر وكملتهم صفوف متاعي هكاكا اللي هنا حبيت نكبر في الوردة شوية خطرها صغيرة عملت المرة اللولة وزيت عملت المرة الثانية فوق منها والحنا اللي بنات اخذت شوية بسكويت فوري وقسمتوا على مكعبات الكعبة عملتها على ستة وجيت في كل وردة متاع شانتي وغرست فيها مكعب مك البسكويت باش يزيدها معناه في قيمتها الغذائية ويزيدها في منظرها وقضو لكم الخيار يبقى ليكم بالنسبة للديكور والحنا عندي شوية مكسيرات معناه فاوكه جافة معرجة عن نار ومرحية باش يحب يحطها كعبة نجم وزيتها كاكا ديكار باش تجي كل حبة فيها كريم شانتي فيها بسكويت فوري وفيها فاوكه جافة ولهنا اللي بنات حبيت نكسر اللون شوية عندي دي بيرل زرق كان عندك اي كولير نجم تستعمله اوكا حطيت على كل شوية فاوكه كعبة بيرل باش نكسر بها اللون ونزيدها معناها في المنظر والهنا بقعت معاي شوي كريم شانتي باش ما نخسر هاش زيت بها تلاثة وردات بحضة كل وردة كبيرة تلاثة وردات صغار وفي القوام بتاع كل كعبة زيت كنت راه وزيت كوردة صغيرة الهنا انتي بضوقك راه في الاخر المهم تتحصل على حاجة ترضيك انتي في عينك وترضيك انتي في معاتك عاو لبنات اطبايقة متاع نحضر قلقوا مصلي عني بي نودك ونشاهيك قلقوا بنين على الاخر لبنات راه وخفيف خفيف ريشاء صدقوني كنت جربوه ما تندموش قصيته معناها ستة كعبات على طول ثلاثة كعبات على عرض وطيح لي تبركلها ثمانتاشن كعبة ستة في ثلاثة ثمانتاشن كعبة معناها غير مكلف حتى طرف وكمية هيلة بحب تبيض واحدة تصدق انتي لي هذي بكعبة تبيض واحدة هاو لبنات خرجتها الترنش متاعنا بشتراوها عن قرب ان شاء الله الفيديو يعجبكم وطريقة تعجبكم الى اللقاء